اول سؤال عندنا وصلنا على صفحتنا بيقول وانا بصلي بنسى انا في اي ركع ومرات مش بصلي خالص اعمل ايه؟ اه ده شكل من الاشكال الوسواس اذا وصلنا الى حد ان احنا ما بنقدرش نصلي خالص والصلاة خلاص مش قادرين نصليها فاحنا في الغالب لازم نشوف لو في حيات كثيرة بقى مصاح بلده قد نكون محتاجين استشارة استشارة ودعم نفسي ليه؟ لان ده درجة شديدة من الوسواس طب نعمل ايه؟ انا بصلي لو بصلي وبنسى في اي ركعة وده بيحصلي في كل الركعات يعني ده بيحصليش في ركعة واحدة لا بيحصلي في كل الركعات لو ده بيحصلي في كل الركعات يبقى انا اعمل الحاجة اللي تمشي الوسواس ده يعني لو كان اللي يمشي الوسواس ده ان انا ابني على اقل اللي يمشي الوسواس ده ان انا ابني على اكثر ابني على الاكثر يعني ايه أنا صليت أربعة ولا تلاتة لا أصليت أربعة خلي الوسواس ده بقى يمشي ليه لأننا المفروض أن أنا على طول بصلي أربعة فجي الوسواس نقني من اليقين إلى الشك إن أنا بصلي أربعة فهو نقني إلى الشك إيه ده يعني ده مش خلاف القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك قال لا العلماء كثير من علماء قالوا في حالة الشخص الشكاك دوت الشخص المؤسوس ده لا هو ملتزمين بنفس القاعدة إن اليقين لا يزول بالشك إزاي أنا يقين إن أنا بصلي أربعة هو اللي جي شككني أو إن أنا غلب على ظن إن أنا بسبب الاعتياد إن أنا غلب على ظن إن أنا بصلي أربعة فجي الشك غلبة الظن لا تزلوا بالشك عند شك وعشان كده اللي حاصل أبني على الأكثر لو ده يدفع لإيه لو ده يدفع الوسواس عني الحاجة التانية لما أحس إن أنا بقى مش قادر أصلي خالص لازم إن أنا أستعين بهذا الدعم النفسي والأمر التاني لازم أكثر من ذكر الله خلي بالكم بس أنا دايماً بقول للناس عشان الناس بس ما يحاولوش يعملوا الحاجات دي من إن فيه كثير من الناس لما بيحصل لهم ده يعملوا حاجة مش لطيفة يقولوا أكيد بقى الشيطان وأكيد فيه حاجة ركبانة أوه أتسمعوا الكلام ده ولا تلتفتوا إليه لا الوسواس بيجي من النفس أقصد الوسواس اللي بيصل في بعض الأحيانين للوسواس القاهري ده من النفس يبقى إيه اللي هيحصل يبقى إحنا هنعمل الحاجات الإجراءات دي أول حاجة عشان نكمل الصلاة نبني على الأكثر لو كنا في حالة الوسواس اللي هي من النوع ده الأمر التاني نذكر الله ونصلي على حضة النبي كثيراً الحاجة التالتة نعمل إيه إذا كنا محتاجين لدعم نفسي نروح لدعم نفسي عشان نكون الأمر أسهل علينا وأحسن ترجمة نانسي قنقر